السلام ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو ومرحبا بكم في القناة الفيديو التالي اليوم كما قريته في العنوان مازلنا مع تحضيرات حيث الأضحى لان شاء الله رب يدخلوا عناه بالصحة والحناه سوف يكون الفيديو التالي اليوم على كيفية العناية بالشيفاء الشيفاء لازم لهم عناية خاصة وفي الصيف والخريف والشتاء والربع يجب ان نتخلوهم لأنه ان يشفوا ويتشقوا ويبدوا يتقشروا ويفقدوا ذاك اللون الوردي الشباب اللي يكونوا في الالاب سوف تروحوا ويبدأوا ويرجعوا غامقين لذلك لازم ندير لهم تقشر على الأقل مرة إلى مرتين في الأسبوع أنا عن نفسي قشرهم مرة في الأسبوع لأن الشيفاء حساسة شوية وطبقة الجلد اللي فيها رقيقة لو كان نقشرهم بزاف رايحين ينجرحوا بس الترطيب لازم يكون يوميا صباح حشية وفي أي وقت تحسيهم ناشفين ارطبهم ويلاك تملو جغلي تخرجي بزاف ولا تقرعي ولا تخدمي لا تنسيش ترفدي معاك البوماليف مرتب الشيفاء معاك في الساك حكا كل ما تحسيهم ناشفين ترطبهم وبلا ما ننسو شرب الماء الماء حاجة ضرورية في الجسم لازم نشربو الماء بزاف معاها السخانة اللي رانا فيها لازم تمشيوا القرعات على الماء معاك ويزيد الماء رح يخلي الشيفاء مرتبين هذه هي نبدأ بالمقشر نسحقه في المقشرة هذو ما المكوينة اللي هنستعملهم في المقشرة السكر أنا هنستعملت السكر الأبيض بصح مين الأفضل السكر البني أنا موش متوفر عندي استعملت السكر الأبيض العادي اللي يستعملوه قرفة قرفة رح تعقم وتعطي انتفاخ بسيط للشيفاء وانتفاخ مؤقت وزيد جوز الهند ليس انتفاخ بسيط للشيفاء ستنفخ لك شواربك لذلك انتفاخ بسيط مؤقت نبدأ نخدم القماش نضع تقريبا مغرفة صغيرة تسكر نصف ملعقة تقرفة وكمية من زيد جوز الهند وفرشات الأسنان تكون خاصة بالشيفاء نستعملوها فقط لتقشير الشيفاء لا نستعملوش الأسنان تانا ولا حاجة أخرى نفرغو زيد جوز الهند غيب العقل غيب العقل كما كنتشوفو بسحانة هنا تحسيت بالليل خاليط التاعي رح سائل زيادة سنزيد شوية تحسكر نحصل على قوام نوعا ما شد روحه هذه هي التكسشورة التي نحوس عليها تقدروا تحضروا كمية وتحتفظوا بها تقشيرها في علبة وكلما تقشروا الشيفاء التاعكم تصيبوها واجدة ونطبقوها للشيفاء لا نستطيع أن نطبقوها على يدي نطبقوها على يدي نطبقوها على طريقة نطبقو كمية هذه هي التكسشورة التي كنت نحوس عليها سوف نطبقوها على الشيفاء لن تحدث نطبقو فرشات الأسنان التي تكون خاصة بالشيفاء نستعملوها فقط للشيفاء التاعنا ونجو نديرو بها التقشير والتقشير راح يكون بحركات دائرية بالصح غي بالعقل بهم نجرحوش الشيفاء التاعنا قوماج بحركات دائرية خفيفة ونخلوها لمدة دقيقة حتى نزجوش دقائق ومن بعد نغسلوها عادي بالماء هذه المرحلة تقدري تدريها وتقدري ما تدريهاش تروحي مباشرة للترطيب عندي هذا الماسك الخاص بالشيفاء ايدغوجال ليبماسك شريتو من عند لفوندوز فيسبوك صوفيا الشلف صراحة هاي ويعطي ترطيب هاي للشيفاء خليلكم لا فوتوا تاعوا هنا من الداخل ولا ترطبيش نروحو ضروك للترطيب تقدري تستعملي زيت جوز الهند زيت جوز الهند راح يعطي ترطيب هاي للشيفاء ولا تستعملي هذو المرطبات اللي رام يتباعوا وراموا منهم اشكال وانواع انا هنه راني نوريكم هذا المرطب اللي خدمته بالفازلين اللي تكون خاصة بالوجه ما فيها لا رائحة للون وضفلو كمية قليلة من هذا الغوجال ليفغ ماجيك لكم تشوفو فيه في الفوتو هذا المرطب نحفو بالفازلين تعطي ترطيب هايل هذا يعطيك ترطيب ولون كما تقدري تخدمي سيروم بالفيتامين ا وزيت اللوز الحل وانا هنه راني نوريكم في هذا زيت الفيتامين او تائب وصاد اللي جاي مخفف بزيت اللوز هذا تقدري تستعملي بتخدمي بسيروم للشيفاء التائك وتضيفي له كمية من الغوجال ليفغ اللي تفضله انتي او هذو كله ماجيك وتستعمليها للشيفاء التائك ثان راح يعطيك ترطيب هايل ناصيحا نمدها لكم ما تكثروش من الغوجال ليفغ مات اللي اكثرتي منه راح يهلق لك الشيفاء التائك ورايحين يتقشروا ويبدأوا حالتهم حالة اللوغ ننصحكم ناصيحة ديروه تزوج مرات في السمانة وقبل ما تديروه لازم ترطبي ليفغ تائك ملاح بسكو اذا ما رطبتهم كتديري هذاك الغوجال ليفغ ماتوي انشف الشيفاء التائك راحين يتقشروا ويتشقوا ويبانقع مشيش باب هذه هي وناصيحة اللي قلتها لكم ديجا ونعودها لكم هي شرب الماء بكثرة اعرفوا بلي اي مشكل في الجسم التحكم راح يبدأ من نقص الماء اللوغ الشرب الماء بكثرة ووالا هذي هي الفيديو تانا تاليو ان شاء الله تكون عجبتكم ان شاء الله نكون فدتكم بحاجة يلوكين صغيرة اه نقولك اذا لابخو ميغفو اتشوفي ماشانو لابخو ميغفو اتشوفي مي فيديو وعجبك المحتوى تا القناة لا تنسى جديري ابوني بتفعلي الجرس اللي يصيلك كل جديد واللي ديجا ابوني نقولكم ما تنساوش تبختاجوا الفيديو في الليغغوب في الفيسبوك في الانستغام هكا بتكبر القناة التعنا بقاليغي نقولكم تهلا اوفير وحتيكم نتلقى في الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة